السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس الثالث من دروس كتاب التمارين الوحدة الرابعة الآن عندنا قصة أزنج اسم الفتاة في هذه القصة سنملأ الفراغات مع ضمائر الدروم إكلاري والإياليك إكلاري مع ضمائر الشخصية والضمائر الملكية بعد هذا سنوصل بين هذه الضمائر والكلمات وننشئ جمل بعد هذا سوف نضع هذه الكلمات الصغيرة في هذه الجمل وبهذا ننهي هذا الدرس بك نبدأ باشلي أضم تقول بان أنا أد اسم أزنر إذن ستقول اسمي أزنر أضم هذه سهلة جداً وكلكم حللتموها بإذنكم بنم نعم بنم أضم أضم بنم أضم أزنر اسمي أزنر نكمل بان يرمي بير ياشن ديم بن يرمي بير ياشن ديم عمري واحد وعشرين سنة وأنكار ليم أنكار لغ يعني من أنكار وأنا من أنكار أنكار ليم نكمل بن اسطنبول أونيفرستي أنا جامعة إسطنبول الجملة لم تنتهي طبعاً ماذا بها جامعة إسطنبول يا أزنر بن اسطنبول أونيفرستي حكوك فكلتسين دا أورنجيم إذن بن أورنجيم أنا طالبة بكي نرد أورنجيم أنت طالبة أين نرد إسطنبول أونيفرستي حكوك فكلتسي إذن أنا طالبة في جامعة إسطنبول كلية الحقوق الجملة أساسها بن أورنجيم هذا أساس الجملة أنا طالبة وما بين الكلمتين هو بيان المكان إسطنبول أونيفرستي حكوك فكلتسين دا يعني الجملة تبدو كأنها طويلة لكنها عبارة عن بن أورنجيم بن أكل دا أورنجيم ليس دا أورنجيم أنا طالبة في الثانوية بن كوران كورسون دا أورنجيم أنا طالبة في أو أنا طالبة في معهد تعليم القرآن وهكذا نقول بن أورنجيم أنا طالبة ثم نضع حرف الجرد لكلمة معينة فيصبح أنا طالبة في كذا إسطنبول أونيفرستي حكوك فكلتسين دا أورنجيم نكمل نعم تقول هي نكبر هكذا بن أكل بيازيتة إذن بيازيتة في منطقة بيازيت إذن بان أنا أكل مدرسة ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول مدرستي في بيازيت إذن نقول مدرستي بنم بنم �كلم هذه اللاحقة بنم أكلم بيازيتة نعم أكلم بنم أكلم بيازيتة بكي مدرستي في بيازيت نكمل هفتدة بيش كون أكل هفتدة بيش كون أكل الآن ستقول مدرسة هنا أو هكذا أو شيء آخر ننظر إلى تكملة الجملة إذن أذهب المدرسة سنقول أذهب إلى مدرسة إذن سنقول إلى مدرسة هفتذا في الأسبوع بيش قون خمسة أيام أكل مدرسة حرف الأم إذن أنا في الأسبوع أذهب خمسة أيام إلى مدرسة هفتذا بيش قون أكل مدرسة بيكي صنراكي جملة نعم نكمل بان درس دوكوز دا باشليور إذن بان درس يبدأ في التاسعة أنا درس يبدأ في التاسعة إذن تريد أن تقول درسي يبدأ في التاسعة وان بيش تا وان بيش بوشبتا بيش يورب وينتهي وان بيش أتوز دا يعني في الخمسة عشر ونصف يعني في الساعة الثالثة ونصف إذن درسي يبدأ في كذا وينتهي في كذا كيف نقول درسي بانيم درسي بانيم درسي دوكوز دا باشليور وان بيش أتوز دا بيتيور بهذه السهولة المقطع الأول انتهى مع أننا لم نكد نبدأ به ننطلق إلى المقطع الثاني ديوركي بان إذ فاتهته وكل يكن طيب أولا يقول بان إذ أنا بيت يعني بيتي أليس كذلك تصبح كيف نقول بيتي بانيم إذن بيتي بانيم إذن فاتهته بيتي في منطقة الفاتح مدرستي يكن مدرستي أكل يكن قريب الآن نريد أن نقول قريب إلى مدرستي أولا مدرستي أكلم 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 إلى أكلما يكن أكلما يكن قريب إلى مدرستي بيتي قريب إلى مدرستي بان إذن إذن بان أنا إذن في البيت أنا في البيت إذن مع صديقين إذن تريد أن تقول مع أصدقائي الاثنين نعم كليورم أعيش أمكث أبقى إذن كليورم أعيش سبال ودمات دمات أسماؤهم إذن نقول أسماؤهم ألن أدلر أسماؤهم ألن أدلر أسماؤهم لماذا قلنا أدلر؟ لأن كل واحد له هو أسم يعني في عندنا عدة أسماء لعدة أشخاص وليس عندنا أسم واحد لعدة أشخاص نعم هذا حرف الار أبقى أدلر نعيد كتابة حرفة الار بشكل جيد أجود القلم فيه إشكال نعم أدلر أسماؤهم سبال ودمات نكمل سبال إلى أين صنف طيز إذن أين صنف طيز نحن في نفس الصف سبال إلى مع سبال نحن في نفس الصف مع سبال نكمل دمات إسا نعم الجملة لن تتسع في سطر واحد لذلك مصدر الخط نعم بك دمات إسا مرمرة أبقى هذه إسا المهمة جدا لأنها معنى أما نصقد مهاك فيها بعدل دمات إسا أما دمت مرمرة أبقى إذن طالب في جامعات مرمرة مرمرة سبال مرمرة أحبت أيت اسم مرمرة أبقى مرمرة افقى سي سي جامعة مرمرة الآن نريد أن نقول فيه انتهت بحرف صوتي ليس من أصل الكلمة لذلك نضع فاصل أين نعم 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 حرف الإي هذا نعم مرمرة نعم أورنجي بكي الجملة التالية كلنا كلنا نتفاهم بشكل جيد جدا كلنا نتفاهم بشكل ممتاز بكي البراغراف بيتي سوركي البراغراف المقطع التالي الآن تقول بان آيلة أنقردة في أنقرة عائلتي في أنقرة كيف نقول عائلتي في أنقرة أولا عائلتي في أنقرة عائلتي لا تحتاج إلى إضافة تصبح بانيم 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 آيلم هذا حرف الليم طيب بانيم آيلم أنقردة هكذا حرف الليم نعم بانيم آيلم أنقردة عائلتي في أنقرة نكمل بان أنا اكي إركيك كارديش وار إذن وار يوجد لي أخين عندي أخوين إذن يوجد أخوين لي بانيم بانيم إكي إركيك كارديشيم بانيم إكي إركيك كارديشيم وار عند أخي بانيم بانيم كارديشيم أخي بانيم إكي إركيك كارديشيم أخوين نعم أخوين 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 إذن أخوين 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 هل يجوز أن نقول أُن درسي إذا كان عنده درس واحد لكن في المدرسة يكون عندنا عدد دروس لذلك نقول أُن درسلَر أُن درسلَرِ أُن درسلَرِي جوك إيه أُن درسلَرِي جوك إيه هذا حرف الأي طبعا الأي يعني هكذا يكتب بكي أُن درسلَرِي جوك إيه الجملة التالية نصفها في سطر ونصفها في سطر آخر أُن وشمدها من العمن الرعاية أُن ذرةmannимظم هو يتقصه هذا يكون آخر ها يتقصه ماذا يتقصه طبعا أ både now وهو الآن يتقصه أ godt beğenبتها ماذا يتقصه أ исследشان سطر للدرسل أعجل Swam ماذا يتقصه حضر Bronior يتجهز لامتحان الجامعة حضر Bronior يتجهز إذا حذفنا العاوالعين تصبح حضر ليرة يجهز كان دني خضر ليرة يجهز نفسه يميّي خضر ليرة يجهز طعام آراباي خضر ليرة يجهز السيارة لكن حضر Bronior يتجهز إذن هو يتجهز لامتحان الأور نتجهز صنا sä feline إمتحان الجامعة ثم يذهب إلى الصف الالتنجي يعني اوزان صف سادس الآن ننتقل إلى المقطع التالي بان أني كرك إكي ياشندا وماتماتيك أورتماني إذن أمي ماتماتيك أورتماني أنسترياضيات وياشندا عمرها كرك إكي 48 سنة إذن أريد أن أقول أمي لا أقول أنا أم أقول أمي إذن باني من نم إذن باني من نم كرك إكي ياشندا من نمني 42 ياشندا وماتماتيك أورتماني نكمل نعم أو چانقيا لساسinde چلشيور أو چلشيور هي تعمل ثم نذكر اسم المكان أو چانقيا لساسند في ثانوية چانقيا أو چانقيا لساسند چلشيور هي تعمل في ثانوية چانقيا بكي سنركي جملة الجملة التالية نعم بابا كرك دورت يشندا واجزاج إذن بابا هي لا تقول بابا تقول أبي إذن كيف نقول بابام بابام أبي كرك دورت يشندا واجزاج نكمل واجزانة كزلعيدة إذن كزلعيدة في منطقة كزلعي نقول ماذا صيدليته إجزانة صيدلية إذن نقول صيدليته أون بابا س أون أنس أون إجزانس أون هكذا أون إجزانس نعم هذه يجب أن تكون منخفضة أكثر يعني صار حرف تشبه الإجزارات أون إجزانس صيدليته في كزلعيدة كزلعي أصل معناها الهلال الأحمر كزل أحمر أي قمر القمر الأحمر الهلال الأحمر بك نعم المقطع التالي بيز نحن بيردى كوبك فار بيردى أيضا كوبك كلب فار يوجد إذن عندنا كلب أيضا يعني يوجد كلبنا أيضا كلبنا لنا ما معنى كلبنا؟ بيزم لنا كوبيميز أولا الكي كوبكيميز كوبيميز نضع إيميز إيميز لنا كوبيميز نعم هنا الكي تخفف وتصبح يمشق يعني تصبح هكذا لماذا خففناها؟ لأننا بالتركية عندنا قاعدة اسمها الكاتشاب إذا جاء أحد حروف كلمة كاتشاب في آخر الكلمة قبله صوتي و بعده صوتي نخففه تصبح بيزم بيردى كوبيميز عندنا كلبنا أيضا ولا نقول كوبكيميز كوبكيميز تصبح صعبة طيب نكمل اسمه بغنجوك أو هو أد اسم هو اسم نقول اسمه أونن أد أونن أونن أد بونجوك بونجوك اسمه بونجوك نكمل بونجوك توي بيز إذا توي ماذا نقول بالعربية للتوي هو شعر اليد وهو أيضا الريش وهو أيضا الصوف ماذا نقول بالعربية للكلب الذي شعر الكلب اسمه ليس اسمه شعر الكلب زغب أليس كذلك زغبه أبيض يعني لون زغبه أبيض بونجوك الآن ماذا نقول بونجو توي أو تويل ري بونجو أونن لأننا نقول أونن تويل ري أو توي نستطيع أن نقول توي تويل ري أجمل تويل يعني زغباته شعره أو هكذا توي زغب أو شعر أو ريش تأتي بكل هذه المعاني تويل ري حتى كل شعر الإنسان سوى شعر رأسه ورحيته وشاربه وحاجبه شعر الجسم الإنسان يعني الشعر على اليد على الظهر وهكذا اسمه أيضا توي ونون تويل نعم الشعر الذي يخرج بين الحاجبين أيضا اسمه توي نعم طيب بونجون بونجو أيضا هذا لأنه اسم لا نحوله اسم خاص لكن في اللغض نحوله فنقول بونجون تويل ري بيض إذن لون زغب بونجو أبيض نعم نكمل أو لون جلده أو لونه يعني نقصد الآن عيونه زرقا عيونه جزلر عيون جزلر نعم جزلر حرف الأ ثم حرف الر جزلري جزلري مافي جزلري مافي عيونه زرقا بونجو ماذا به نكمل بعد أنه صغير الخط نعم أزجان أن يأرقدش إذن بونجو أقرب صديق إلا أزجان إذن نقول صديقه أزجان 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 أرقدش أزجان 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 نعم نعم برابر المقطع المقطع الأخير لا ننسى هذه المعلومات المهمة جدا الجملة التالية أزجان 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 لا لا دائما أزجان 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 بك أنا أشتاق إلى عائلتي قالت عائلتي يعني أزجان حتى إذا أردنا أن نشكل جملة أتصل به يعني يأخذ حرف الجر هذه جدا مهمة يعني هذه حفظية مهما فكرنا إن لم نكن قد حفظناها من قبل لا نستطيع أن نجيب بشكل صحيح على هذا السؤال ولا نستطيع أن ننطق بشكل صحيح مثلا أنا أقول هل أقول أم أقول أم كيف أعرف؟ لا أعرف هذا أحفظه حفظا عندما أحفظ الفعل لذلك عندما أحفظ الفعل أحفظه مع حرف جره أو مع مفهول به أو هكذا يعني أقول أنا تليفوني ديورم أنا تليفوني ديورم أتلفنوا له أتصلوا إليه أتصلوا به أنا راه راكشان تليفوني ديورم أتصلوا بهم كل مساء الجملة التالية بعد أسبوعين صناف الإمتحان ينتهي إذن تقول إمتحاني ينتهي بعد أسبوعين إكي هفظة صورة صنظم أو صنظ لرم إمتحاناتي أو إمتحاني نقول إمتحاني صنظم الأفضل أن نقول صنظ لرم حتى لر هكذا يعني الأمر عائد إلينا أو هي تتكلم إذا كان عندها إمتحان واحد أو عدة إمتحانات لا نعرف إذن إكي هفظة صورة صنظم بعد أسبوعين ينتهي إمتحاني أذهب إلى أنقرة أذهب إلى أنقرة نضع وائ فاصل بين صوتيين لماذا وضعنا وائ ولم نضع إن لأن الصوتي هنا هو من أصل الكلمة وليس إضافة يعني يا أنقرة اسمها أنقرة ولم نقل أنكرس لو كانت أنكرس لقلنا أنكرسنا إلى أنقرته مثلا يعني كانت آ ليست من أصل الكلمة لكن هنا من أصلها لذلك وضعنا الفاصل بين الصوتيين هو حرف الواي لا ننسى هذه الملاحظة التي أكررها دائما إذن أنا أذهب إلى أنقرة الآن النص انتهى نعيده بالعربية باختصار ثم نقرأه بالتركية ثم ننطلق للسؤال التالي تقول اسمي أزنور عمري 21 سنة أنا من أنقرة أدرس في كليد الحق في جامعة إسطنبول أنا طالبة هناك مدرستي في منطقة بيزيد نعم أذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة يعني بالأسبوع خمس أيام درسي ينتهي في الساعة التاسعة عفوا يبدأ في الساعة التاسعة وينتهي في الساعة الثالثة والنصف أو الخامس عشر والنصف بيتي في الفاتح قريب على مدرستي في البيت أعيش مع إثنين من صديقاتي أسماؤهم سبل ودمت سبل معي بنفس الصف دمت تدرس في جامعة مرمرة نعم كلنا نتفهم مع بعضنا بشكل جيد ثم تقول عائلتي تعيش في أنقرة وعندي أخين ذكرين يعني أخين أصغر مني هنين عمر وأوزان عمر عمره 17 سنة يذهب إلى الثانوية دروسه جيدة جدا نعم يتجهز للامتحان الجامعي أوزان عمره 12 سنة هو يذهب إلى الصف السادس أمي عمرها 42 سنة هي مدرسة الرياضيات وهي تدرس في ثانوية تشانكايا أبي عمره 44 سنة هو صيدلي صيدليته في كزل آي في الهلال الأحمر أو في كزل آي نعم في الهلال الأحمر عندنا كلب اسمه بونجوك لونه أبيض عيونه زرقاء أقرب صديق إلى بونجوك هو أخي أوزان أخي أوزان هو أقرب صديق إلى الكلب بونجوك مع بعض يلعبون ويذهبون إلى الحديقة ويستمتعون أنا في إسطنبول أشتاق إلى عائلتي كل ليلة أتصل بهم بالهاتف بعد أسبوعين ينتهي امتحاني وأذهب إلى أنقرة هذا هو النص قرأته بالعربية كاملا حتى يكون سهل عليكم فهموا أثناء القراءة لأننا الآن سنقلعه من تركيا فقط فهي بناء إلى القراءة أولا هذا القسم الأول يمكن أن نكبره هكذا أنا أطلعتني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة